كل شاة معلقة من عصابته ألا هذا صحيح؟ الكلام ده فيه تفصيل إذا قصد به أن كل إنسان سيحاسب يوم القيامة لوحدي فهذا صحيح قال تعالى وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه يعني ما يخرج منه وكل إنسان الزمناه طائره يعني ما يخرج منه ما يطير منه ما يخرج منه من عمل وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أما إن قصد بهذا الكلام وهذا المنتشر أن يترك الناس بعضهم بعضا يقعون في المنكرات يعني بعض الناس بعترض على الدعاة يقول لهن خلوا الناس في حال وكل شاتا معلقة وده من أبطل الباطل من أبطل الباطل وإما يدل على بطلانه القصة التي ذكرها الله تعالى في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إلى آخر القصة وذلك الناس بيتحايلوا على أمر الله سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير الناس الله حرم عليهم اصطادوا يوم شنو السبت وانقسموا لي ثلاثة أكسام في ناس يتحايلوا على أمر الله بيقوا يرموا شباك يوم الجمعة ويجوا يشيلوا الصيد يوم اللحد يعني بغيبوا يوم السبت وهو شغلته شغالة وابن كثير ذكر من التفاسير إنه بحفروا مجرة المجرة ده ضيق الحود بيجي داخل مع الموية في المجرة لما ندخل بعد ذاك بيتمسك ما بيقدر رجع شنو ورا بيتمسك بيقوم ويجوا يوم اللحد يشيلوا الحية ثاني مرقو يعني هم حرموا عليهم يوم السبت عملوا الشرك يوم اللحد الجمعة وجوه اسطاء شغالوا شنو يوم اللحد ده القسم الأول وديل أولاي هم الفاسقون القسم الثاني ده الناس أمرون بالمعروفون هنا عن المنكر بيقولوا لديل اتقوا الله وكذا 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 القسم الثالث ده الناس هم في أنفسهم صالحين هم في أنفسهم صالحون لكنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون شنو ده الناس كل شاتا شنو قالوا لهم لم تأذون قوما جوه الناس اللي بيأمروا بالمعروف هنا عن المنكر هس ده حاصل كذي في ناس بيجوا بيتكلموا ما بيتكلموا مع العصاد بيتكلموا مع الدعاة شو بعلق الله الكلام ده تلقاها بيجي يصلي ويجي قبل الصبح وتلقاه هناك إيه تدقون تعمل نصيحة في الشرك في دعاء غير الله وده بيكون بيدعوا غير الله قاعد ما بمش للبدع غير الله بجي كتة يقول لك اخ الناس اللي ما بيفهمه يقول لك الناس اللي جاهل اخ ما تدعي برقبتك معهم يعني بذل انصح ديلك بانصح قلت تشنو الناصر ديلي هون ذات الناس كل شاتا في سورة الأعراف وإذ قالت أمة منهم لم تأذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ولعلهم يتقون يعني يعتذرون إلى ربهم إلى ربكم الله سبحانه وتعالى ولعلهم يتقون لعل هؤلاء يرجعون إلى الحق ويتقون الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال فلما نسوا ما ذكروا به إما تلاثة وايف أنجينا يا ته الذين ينهون عن السوء بس القسم التاني هو النجا أما هؤلاء وهؤلاء هلكوا يعني العصاة هلكوا ولا عاملين فيها ناس باركوا ديل ولا بيجاي قاعدين ساي ديل برضو هلكوا معاهم فإنت ما تقول كل شاتا معلق من حصبا إنت ألحق الشاد قبل ما يتنضبه إنت ألحق إنت أنصح ما بتخسرك بيشي أما الآية يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا شنو من الهداية أن تبلغ الدعوة بعد تبلغ الدعوة بعد يضل الزول ثاني ما بضرك صحة ألا ما صح عشان كذي قال وما عليك ألا يزكى فإن تتبلغ الدعوة بعد ذلك بعد يضل بعد تبلغه إنت ما بضرك بيشي لكن تتبلغه تحرص على هدايته وعلى إيصال الخير له والجواب